بمشاركة وزراء الأوقاف والرياضة وشؤون المجالس النيابية عقدت ندوة بجريدة الجمهورية تحت عنوان حقوق الإنسان رؤية شاملة نعم المشاركون أكدوا في ندوة أهمية صياغة ميثاق دولي لترتيب أولوية حقوق الإنسان مشير إلى أن ما تحقق على الأرض مصر في عدة مجالات هو تأكيد واضح على التزامها بملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان رؤية شاملة ندوة أقامتها جريدة الجمهورية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ندوة تناولت أهم ما تحقق للمواطن المصري على مدار ست سنوات من تطوير الإسكان والقضاء على العشوائيات إلى جانب رفع مستوى الرعاية الصحية ومبادرة 100 مليون صحة إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الجمهورية ما قامت به الدولة المصرية في مجال الحضيات الدينية والعيش المشترك وما قامت به في ترسيخ المواطن المتكفأة ما قامت به في مجال حق المرأة والخلاف المجال السنينيابية والتنفيذية ما قامت به من قوانين تجاه زاول إحتاجات الخاصة كل ذلك في عمق حقوق الإنسان للخطوة الحقيقة في من يتاجرون بحقوق الإنسان شأن من يتاجرون بالخطاب الديني 16 مليار جنيه قيمة ما أنفق على تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية بما يسهم في التنشيء السوية للشباب تخطينا يعني 20 مليون شاب مشارك في الأنشطة من 2018 بس 2020 فعكتر من 300 مشروع في الحقيقة كمان الشباب مدركين بشكل كبير جدا حجم المشروعات القومية وكمان يمكن مشاركتهم في كل القضايا المجتمعية اللي دايما بنتواصل وان شاء الله يكون دايما في استمرارية لهذا الشأ وعقب الثلاث ساعات من المناقشات خرجت الندوة بعد التوصيات عرضها رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضرورة التوصل لمساق دولي لترتيب أولويات حقوق الإنسان الأمر الثاني ضرورة أن نتعامل دايما كمصريين في هذا الملف على قدر ما تعامل به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثقة ومن قوة ومن شجاعة الأمر الثاني ضرورة بناء استراتيجية إعلامية وتأهيل الكوادر الإعلامية للتدريب على مخطبة العالم فيما يخص ملف حقوق الإنسان إذن فما يحدث على أرض مصر من إنجازات على مدار ست سنوات هي رسالة للقاسي والداني بأن مصر تقدر حقوق الإنسان وتوليها رعاية خاصة لمياء موافي التلفزيون المصري